التحق بقسمنا تلميذ جديد فمع مرور الزمان اكتشفنا أنه تعرض لمجلس التأديب بسبب وقاحته وتصرفاته المشينة فهو بحاجة إلينا ليبدأ صفحة جديدة وهذه رسالتي قد ترده للطريق الصوابي أهلا ومرحبا بك في مدرستنا بين أصدقائك الجدد أعلم أنك تعرضت لمجلس التأديب عليك يا صديقي بالجد والاجتهاد وأن تركز في دراستك وأن تفتح صفحة جديدة وتترك كل التصرفات السلبية التي تلهيك عن الدراسة وتسبب لك المشاكل أنت هنا في المدرسة من أجل الدراسة لا لإفتعال المشاكل فكل التصرفات السيئة التي أدخلتك إلى مجلس التأديب كنت قادرا أن تتجنبها وتكون قدوة حسنة لغيرك الوقت لم يفوتك لتتدارك أخطائك وتسلك طريق الصوابي ونراك في المستقبل عالما من العلماء وفي الأخير شكرني التلميذ على نصائحي ووعدني أن يكون مثالا يقتدى به شكرا 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 شكرا